مرحبا متابعين IGN مديليس معاكم يا سمين وعلي في آخر حلقة لهذه السنة في سنة 2019 من IGN GameShore يا سمين السنة مرأت بسرعة عارفة كيف سرنا آخر أسبوع يعني أنت مستوعب راح تكون عشرين عشرين السنة الجاية واو يعني أنا بالنسبة لي لإحنا من قبل لما أقول لأحد عشرين عشرين أحس أن المستقبل الفيوتر السيارات بتكون بعضه بعيد الضيير والأشيائي بالضبط بس الحين يعني أقل من كم أسبوع وخلاص على الأقل كان في عندنا أخبار ألعاب عديدة هالسنة مفاجآت عديدة في أشياء كثيرة بتحمسنا للسنة الجاي لو عد ما بالضبط فهذا الحقي راح نتكلم عن أهم الأخبار اللي صارت في سنة 2019 من جديد أنا مو عارفة من جديد ليش حظي دائما ملصوك بهذه اللعبة ياسمين هذا القدر أنا ما أدري هادي إشارة أنه لازم تلعبي ترجعي تلعبي هاللعب تتوقع أكيد ما في إلى أي تفسير تاني يعني أول خبر بتكلم عنه هو خبر Resident Evil 3 اللي هو خلاص نتأكد الإصدار حق هذا السنة وطبعا بعد النجاح اللي حقق الجزء الثاني على المساوى التجاري والنقديك زادت طلبات اللاعبين أن يسووا ريميك للأجزاء الباقية حق Resident Evil وتحقق لهم أحد أمنياته مهيل الجزء الثالث فهذا بواحد من الأهم الأخبار اللي سببت ضجة على تويتر أول ما أعلنوا عنها صح كان فيه إشعاعات كتير وأنا بعتبره من أسوأ الأسرار اللي كان عند كابكم لأنه كان واضح بعد نجاح Resident Evil 2 الرائع واللي أنا بعد يمكن لهلا بعد أفضل لعبي لهذه السنة أكيد كنا رح نشوف Resident Evil 3 بس المفاجأة كانت أنه رح تيجي بأبكر مما توقعنا رح تيجي بالجزء الأول من 2020 شهر ثلاثة أو شهر أربعة صحيح متحمس كتير أنا شوف Resident Evil 3 ترجع للشاشة لازم نعمل ستريم أي صوت خير منشوف السن الجاية لوقتا يمكن يسي عندها الشجاعة ممكن من الأخبار الثانية المهمة اللي كانت موجودة خلال السنة هو لما كشفوا عن جوجل ستاديا طبعا لما كشفوا عن جوجل ستاديا قالوا أنه رح يكون ستريمينج سيرفوس الألعاب رح تقدر تسوي لها ستريم ورح تنافس الإكس بوكس إكس كلاود مع سوني بس في نفس الفترة يعني في نفس السنة اللي كشفوا عنه وكل شي صدرت الخدمة بس بمش بالمستوى بمش بالمستوى بالمرة اللي متطلع لها اللاعبين لدرجة أن في ناس تبغى تكنسل اشتراكها يعني اللي يجربوا الخدمة طبعا وسببت خضلان اللاعبين فمثل ما تقول بدأ الشي وانتهى قبل ما حتى يبتدي أنا بغض النظر عن الأداء يعني ياسمين إذا قبل كم سنة قلتلك أنه أنت حتقدر تتحمل الكنترولر وتلعب ألعابك بالصحاب بالكلاود من أي مكان بدك كنت بتقولي مستحيل هالشيء يجي بعد ممكن 15 سنين أنا يعني بالعكس بشجرة جوجل أنه أخذت أول خطبي سابقت مايكروسوفت وسبقت سوني بس أنا أتوقع من كثير ما هما استسبقوا الموضوع مثل ما تقول أو مستعجلين عليه ما أعطوك حقة من ناحية التطبيق صح كان لازم تصدر كبتا هاي السنة يعني ما في أي طريقة تحوالي الموضوع كان لازم تصدر كبتا والسن الجاي أكيد الخدمة ستتحسن على مدى السن الجاي بس خلص واضح أنه مش جاهز للخدمة فتصدر بيتا والسن الجاي تكون بطريقة رسمية بالحديث عن الخدمات السحبية ألعاب الشراكة التاريخية بين سوني ومايكروسوفت هاي السنة هاي أعلن أنه راح راح يشتغلوا سواء مايكروسوفت راح تساعد سوني راح يتشاركوا التكنولوجيات الكلام أنه يمكن سوني تستأجر من مايكروسوفت خدمات السحبية تقدر كمان توصل ألعابها السحبية فكان خبر مفاجئ أنه عدوان لدودين وخدمتان ألعاب السحبية راح تكون جزء كبير من الجيل القادم فأنه كيف هالعدوان عم يتحدوا بس في شراكة مشتركة بين الاثنان فراح تكون يعني مصلحة للاثنان بس كمان خبر مفاجئ خبر تاني مفاجئ ياسمين بس بعيدا عن الألعاب السحبية ألعاب الواقع الأفتراضي فالف تعلن رسميا عن لعبة Half-Life Alyx أنا من محبين Half-Life الكبار جدا Half-Life 1 ألبت ألعاب التصويب في سنة 98 Half-Life 2 2004 رجعت غيرت عالم ووجه الألعاب التصويب يمكن أفضل لعبة التصويب بالتاريخ بالنسبة إلي Half-Life Alyx أنا متأمل أن تغير بداية أو تغير وجه ألعاب الواقع الافتراضي هلأ بعد ما شايفين لعبة اللي هي الـ AAA مثل ما بقولوا من ألعاب الواقع الافتراضي هل أنت بيحمسك الموضوع؟ بصراحة يعني أنا داما الـ VR بالنسبة لي شيء حاطيته في لستة الأشياء اللي أبغى ألعبها أو يكون مثلا من الألعاب الألعاب خصوصا Beat Saber والأشياء هذه وفي كم لعبة شفتها طلعت مثل التحريات والحاجات هذه بالـ VR فحس شيء مهتمة فيه فممكن إذا مثل ما تقول أنه بتشجع بتشجع لنا العلقية بالضبط أنه بتكون تجربة مختلفة تجربة متطورة أكثر فأكيد يعني شيء مهم بالعديد من البلدان الجهاز الـ Valve Index صار Out of Stock بطل موجود من بعد الإعلان عالم كلها صارت مستعجلي بدأ تدخل اللعبة خاصة أنه رح تصدر بشهر ثلاثة من السنة الجاي فمش كتير بعيد الموضوع كمان خبر ياسمين كان مفاجئة هالسنة أخيراً عن جزء جديد من بايوشوك بعد إشاعات إشاعات صارت لنا طول السنة عم نسمعها وتبين أنه كان فيه شغل على جزء بالالفان وسبعتاش أو الفان وستاش صار في شوية مشاكل وتأخير بس رح نشوف بايوشوك بالجيل القادم أكيد ما رح يكون هذا الجيل لأنه شكلها بدنا على قل بعد سنة سنتان فتوقع فينا نقول لهم رح يكون لأجهزة الجيل القادم من الأشياء بعد اللي طبعاً سببت ضجة بين الفانس هو الريميك حق الجزء السابع من لعبة فانيل فانتيسي طبعاً أول ما أعلنوا عن الريميك كان أعلنوا عنه في 2015 بس ما تحدد وقت الإصدار الرسمي خمس سنين أربعة خمس سنين بالضبط وما تحدد خير طول الفترة الناس ما تعرف متى وقت الإصدار الرسمي بس الحين أخيراً إنه تحدد وقت الإصدار الرسمي بيكون في سنة عشرين عشرين في شهر ثلاثة وبتكون طبعاً حصرية بلاي ستيشن فور بس مؤقتاً شكله راح تكون مؤقتاً أتوقع بتكون مؤقتاً مثل ما الجزء الآخر واحد كان موجود على الإكس بوكس بعد فأتوقع أنه بيكون ينزل على الجزء راح يصدر كمثل حلقات مضبوط صحيح بتكون حلقات لأنه يقول لك الحلقة الوحدة نفس مساحة حجم اللعبة الجزء الخمسة واو فأنتم تخيل يعني أن لعبة كاملة بتكون في حجم حلقة واحدة بس فبالنسبة لهم المشكلة لكن هل راح يعني الحلقات كلها تنزل في 2020 لا ولا بيمطلوا الموضوع ل2021 والأشياء هذه كان في كلام أنه لا راح يطول مش هتكون كلها بنفس السنة لأنه راح يحتاجوا وقت تطوير أطول بس بنفس الوقت يعني اللي بيلعب يبلش يلعب راح يبلش يخلص إذا خلص أول الحلقة راح يفقد شوي الانتباه والحماس والحماس في اللعب لأنه تبقى تلعبها مثلا مرة واحدة خلاص على كل أحوال عودة Final Fantasy 7 شي رائع لأنه هي من الألعاب اللي يعني حددت جيل البلاي ستيشن كانت أول مرة بتشوفي هاي المنقاطع السينمائية وتصميم الألعاب بهالطريقة هاي والجرافيكس أيام زمان تخيلي حتى أنه في لعبين اليوم ما كانوا ممكن مولودين أصلا لما صدرت Final Fantasy 7 صحيح هلا رح يضروا يلعبوا هاي اللعب من أفضل ألعاب بأحسن لجرافيكس وفي جرافيكس رائع ونظام قتال رائع نظام القتال فيها صحيح طبعا من الأشياء اللي لازم نتكلم عنها في هذه الحلقة لازم لازم ضروري يعني هذا الشيء ضروري هو تواجد كيانو ريبز خبرت تواجد كيانو ريبز في لعبة سايبر بانك 2077 طبعا أول ما ظهر الإعلان عنه في E3 بصراحة الكل نجن وأنا من ضمنهم إنه إنه شيء يعني بصراحة ما الواحد يحطه في الحسبانيا يعني خصوصا إن الأشياء اللي أعلنوا عنها يعني E3 وحتى شخصية مثلا كيانو ريبز اللي هو جوني سيلفرهاند وإيش رح يكون شخصيته ودوره فيها جدا جدا مهم وطبعا اللعبة رح تصدر السن الجاية فأنا من الحين سويت لها pre-order collecter edition آه أكيد مش متفاجئ يعني فاستناها على أحر من جمر وفي شيء ثاني كان بعد في E3 الهوغا سرتوشيما لما عرضوا الإعلان عنها وفي The Game Awards أكدوا أنه ستصلب بالصيح في 2020 صحيح يعني لعبة هذه لعبة الساموراي المنتظرة بالنسبة لي في مفاجآت تانية كمان ياسمين يعني شفنا هالسنة لعبة The Outer Worlds من ستوديو Obsidian كانت مفاجأة مستوى النجاح لقدر تحقق Obsidian Obsidian هو مطور كان Fallout New Vegas اللي عديد بيعتبروها أفضل جزء من Fallout و The Outer Worlds كتير مستوحات فيك تقولي من Fallout لدرجة أنه في عالم بقوله أن The Outer Worlds لعبة Fallout أحسن من ألعاب Fallout أصلا الأساسية وحققت نجاح بشكل ما كان متوقع هذا هو هذه اللعبة من الألعاب اللي ما صار عليها ضجة أعلامية أصلا صحيح وفجأة طلعت بتقائيم عالية الكلم دح فيها يقولك هذي لعبة الساي فاي المنتظرة أو اللعبة الساي فاي اللي اللاعبين بيستمتعوا فيها فأصلا بعد Fallout 76 والمشاكل شفناها و Mass Effect مثلا أندروميدا والأشياء هذه فبالنسبة لللاعبين كانت مثل المفاجأة الحلوة أن شي جميل أنا نشوف ألعاب ساي فاي أنا بحب كتير ألعاب الساي فاي وهيدا الجيل ما حست في ألعاب ساي فاي RPG بشكل كافي كان في مفاجأة خبر هالسنة هاي أنه Activision وبنجي فكوا الشراكة إذا بتتذكروا وتتذكر ياسمين معي كان اشتركوا أو عملوا شراكة مدة عشر سنين على لعبة Destiny دستيني صحيح عساس هذا مشروع خمسمائة مليون دولار مشروع عشر سنين واللعبي رح تطويرها وشفتنا المشاكل العديدة بدستيني وان ودستيني تو وأنه اللعبة خاصة دستيني وان صدرت كانت لعبة مبين أنه مش كاملة أخذت وقت كتير وDLCs كتير تتحسنت ودفعت لاعبين كتير دستيني تو تتحسنت شوي بس كان واضح أنه في إيد اكتيفشن موجودة وعم تضغط على بنجي من فوق أنه شو لازم يعملوا لأسباب مادية طبعا صحيح ففيه اعتقاد فيه توقعات كتير بما أنه بانجي صارت لحالة أو على الأقل لحالة هلأ يمكن نشتريها حالتان أو تعمل شراكة مع حالتان بس على الأقل أنه دستيني 3 رح تكون مختلفة كليا رح تكون هي الدستيني اللعبة اللي احنا كنا منطرين بـ 2014 ولهلأ ما حصلنا عليها من الأخبار اللي بعد كانت جدا مهمة اللي هي لعبة ابيكس لجند كيف أنه ظهرت فجأة وصارت من الألعاب الأفضل ألعاب الباتل رويل صحيح يعني منافسة إلى فورتنايتي ابيكس لجند صدرت يعني مفاجأة ما أحد كان سامعان أو سائل أو متوقع فجأة فجأة ظهرت مش بس أنه صدرت صدرت وأنه طعلا اللعبة بعناصر باتل رويل عناصر جديدة مش كنا نشوفها بباتل رويل لدرجة أنه صارت منافسة فعلي لألعاب مثل فورتنايت اللي هي مسيطرة وألعاب ببجي اللي أني مسيطرين على ألعاب الباتل رويل ومتوقع أنه تكمل ابيكس لجند نجاحها بالألفين وعشرين لأنه ما وقف يعني نجاحها مو أنه فترة مؤقتة وخلاص لا مستمر يعني حتى نسبة اللاعبين فيها تزيد صحيح ومن الأشياء خلينا نقول مش محزنة بس الأخبار الجانب الثاني مثل ما تقول من هذه السنة هو التقاعد أو ريجي يعني هذا من الأخبار اللي صارت لا أخبار محزن لأنه ريجي اللي هو كان يعني الرئيس اسم نينتندو بأمريكا خلاص هو الوجه تبع نينتندو نحنا متعودين نشوف ريجي وهو عنده ملامح خاصة وطريقة شخصيته شخصيته هيك خاصة فكان ما بتحسي إنه في حدا بيقدر يعبي مكان ريجي كوجه نينتندو صحيح والشخص الحين اللي أخذ مكانه اسم عيلته باوزر فالعليقات في التعليقات طبعا يعني إنه باوزر هو اللي طرد ريجي كأنه واللي أخذ مكانه واللي حاجات هذه صحيح فشي كان هم حاولوا إنه يخلوها كوميدي مثل ما تقول لما حطوا الخبر بس ريجي مكان الوحيد اللي تقاعد مين كمان تقاعد كاز 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 هيراي هيراي يعني كانت مفاجأة هذا واحد من مؤسسين بلاي ستيشن يعتبر اسم بلاي ستيشن بسوني فبعد هالسنين هاي بتذكر من أيام زمان كنا نشوف صورته وشوف أنه هو السوني يعني خلص تربطيه بسوني عارف كيف فكان مفاجأة إنه كمان اعتذن بس هاكي الحياة مفاجأة أخرى ياسمين تفاصيل عديدة عديدة جدا هالسنة عن أجهزة الجيل القادم من ألعب يعني شفنا الإعلان عن بروجيكت سكارلت أكس بوكس سكارلت بـ E3 وتفاصيل شفناها بـ The Game Awards أكس بوكس سيريز أكس وغيره وتفاصيل تقنية اللي عم يعني عم تصدر حتى إذا بشكل غير رسمي بس في كتير حديث عننا سوني كمان كشفت هالسنة هاي تفاصيل عن PlayStation 5 وفرجتنا كيف اللودينغ تايم أقصر فرجونا الدم وتبع Spider-Man عم نشوف تفاصيل عديدة عن أجهزة الجيل القادم واللي شكله إنه أنا برأي هذا الجيل كان شوي جهز الأول منه على الأقل كان شوي تعبان أو بطيئ يعني أجهزة صدرت كانت ضعيفة ما شفنا ألعاب بس حاسس إنه سوني ومايكروسوفت تعلموا كتير من هالنصار وأجهزة الجيل القادم فعلا رح تصدر ورح تكون من أول يوم إذا رح تكون ممتعة ورائعة من الأشياء بعد الثانية اللي هو مايكروسوفت إنه أصدرت الجهاز ديجيتل بس هذا من الأخبار اللي الكبيرة الـ Xbox فقط ديجيتل فقط ديجيتل بدون ديسك هذا الشيء يعني خطوة أصلا لقدام إلى مايكروسوفت مثل ما تقول لأنه بيستغنوا عن النسخة الفيزيكل حق الأجهزة غير هايك بيفرجيكي أدى هذا الجيل الألعاب الـ ديجيتل قدرت يمكن بنوعا ما تتخطى ألعاب الفيزيكل الدسكات خصوصا نلحي مع الـ Game Pass إنه الناس كثير يعتمدوا على الـ Game Pass وخصوصا أفضل ألعاب وصارت الألعاب أول بول تنزل عليه فصار فيه استغناء عن الفيزيكل مثل ما تقول صحيح أنا بتصور الألعاب الرقمية كمان رح تكمل سيطارتها ورح يصير ممكن عدد أو الناس اللي عم تشري الألعاب الرقمية أكتر من اللي عم تشري الألعاب الفيزيكل الدسكات بالحديث عن مايكروسوفت Halo Master Chief Collection أخيرا وبعد سنين وسنين وسنين ياسمين من الحديث والتوقات متحمس عليك جدا احتجي على الحاسب الشخصي وصح تأخرت كتير كان مفوت تجي هنا أبكر يعني بالشهر كان بالصيف هلأ صلنا آخر السنة Halo Reach صاد متوفرة على الـ PC من كم أسبوع لعبي تجربة رائعة فكرة على جهاز الـ PC ياسمين تلعبي 4K معدل إطارات مفتوح في بعض المشاكل بس خطوة أولى أنه نرجع نشوف مرة تاني Halo على الـ PC نحن مش شايفينها من أيام Halo 2 أنت عم تحكي Halo 2 أكتر من 10 سنين أكتر أنت 15 سنين عم تحكي زمان زمان سنين وسنين يعني أيام بدايات كيف ما تقول وهالشي هيدا رح يحمس خاصة أنه Halo Infinite رح تصدر بآخر 2020 فنوعا ما رح يحرك قاعدة اللاعبين ويبني قاعدة اللاعبين جديدة على الـ PC حتى الـ يرجعوا مرة تانية يلعبوا Halo Reach ويدخلوا بأجواء Halo قبل ما تصدر Halo Infinite السنة الجاي في بعض من الأخبار اللي لفت انتباهي حك هاد السنة علي اللي هو بصير فيه مثل القوانين على اللوت بوكس في 2020 أخيرا خصوصا في أمريكا أنه حطو أنه راح ما يصير أنه أي لعبة أو أي شركة تبغت تحط لوت بوكس بشراء بفلوس في الألعاب أنه يكون لازم تكشف شو هي أداء المعدل بالضبط لأنه نحن تكلمنا أنه كان زي لقمار الموضوع خصوصا لللوت بوكس كان أمار رسمي يعني أنه تدفع وما تدري إيش اللي داخل اللوت بوكس أنت وحدك بس الحين لا بيكون في قوانين الموضوع بيكون في وأفضل لما يكون في قوانين معنات أنه يكون الشي رسمي أكثر مثل ما تقول وأنه ما بيكون في لعب على اللاعبين فهذا شي ممتاز بالحديث كمان ياسمين عن الأخبار اللي فجأتنا هالسنة إيبيك اشترت مطور ألعاب روكت ليج بسايونيكس روكت ليج كانت مفاجأة هالجيل هيدا بنجاحها وهالشي هذا منيح ومش منيح يعني يمكن نشوف روكت ليج أو بسايونيكس سيصيروا ألعاب انكي روكت ليج تو تصدر حصريا على الأبيك جيمز لأنه شفنا كتير هالسنة كمان الحصريات اللي صارت على الأبيك جيمز والمشاكل اللي نقار اللي عم بيصير بين أبيك جيمز متجر أبيك جيمز ومتجر ستيم وكتير مطورين عم بيروحوا على الأبيك ستور لأنه ستيم أو لأنه بياخدوا أبيك تاخد نسبة أرباحة أقل من ستيم والشيء ممكن يكمل بالألفان وعشرين كمان سوني اشترت مطور سبايدر مان إنسوميك ستوديوز يعني هل لا أبدأ لك أنه كان مفاجئ الموضوع أنا حسيت بصراحة لسه مفاجئ لسه لكن أحسى مفاجئ ما توقعت أنهم بيشتروها عشان خلاص يعني اللعبة كانت حصرية بلاي ستيشن ما هو شي جديد بس ما توقعت إنه ياخدوا الخطوة ياخدوا خطوة إنه يشتروا الستوديو كامل صحيح غير هكا عم نشوف كمان رح المنافسين جديد جدد على ساحة الألعاب أبل أصدرت خدمة أبل أركيد على الموبايلات خدمة اشتراك وخاصة إنه سعر معقول جدا وعم بيعطيك أكسس على ألعاب عديدة بسعر زهيد اشتراك فيك تقولي زهيد يعني سعره نسبيا كمان وفاجئات EA رح ترجع تجيب ألعابة أو رح تصدر ألعابة على الحاسب الشخصي على متجر ستيم بعد سنين للانقطاع EA عنده الخدمتهم الخاصة اللي هي أوريجن على الحاسب الشخصي البي سي رح ترجع ألعاب وبلشت فعليا يعني ستار وورز صدرت على أوريجن وصدرت على ستيم كمان فيك تشتريها على المنصتين على المنصتين فعم تعطي حرية الاختيار لللاعبين وهالشي هذا منيح وكمان شفنا مايكروسوفت مثل Halo Master Chief Collection كمان هم تصدره على ستيم بالإضافة لمنجر مايكروسوفت طبعا هالشي هذا منيح إنك لعبين أنت عندك حرية الخيار المنصة اللي بتناسبك أكثر وآخر خبر هالسنة هذا كان أنا من نسبة لي مش مفاجئ بس المفاجئة العديد Red Dead Redemption 2 صدرت على الحاسب الشخصي بعد سنة تقريق سنة بعد سنة إيه من حصرية نوعا ما على الكونسولز بقلك مش مفاجئة لأنه بعد النجاح الهائل تبع GTA 5 على البي سي والفلوس البلايين لأنا المودينج المودد الطور هذا اللي يقدر الناس يعدلوا عليه والأشياء هذي المودز واحد منهم نبير هيك GTA Online كمان على البي سي كان ناجح بشكل عمل فلوس كتير لراكستار هالسنة كان مستحيل إنه راكستار تفوت الفرصة هاي يعني عمل فلوس إضافية فشفناها أجل على البي سي بس الشي المحزن إنه صدرت بتقنية فيها مشاكل كتير خاصة على كروت الانفيديا أنا لهلأ بعدي عم بعاني عم بلعب اللعبة على البي سي على كرت انفيديا بعدي بعاني من فيه باكز فيه مشاكل بالأداء على أمل إنها تنحل بس كمان كانت مفاجئة من الأخبار المفاجئة هاي السنة وبكذا إحنا خلخصنا لكم أهم الأخبار اللي شفناها حق هذه السنة أنتو كتبوا لنا في قسم التعليقات إيش أهم الأخبار اللي فاتت تواهم حق الفيديو جيمز أو في عالم الألعاب وإيش تتطلعوا إلى في سنة 2020 نحن حاولنا يعني تلخيص فيه أخبار طبعا عديدة جداً هاي السنة حاولنا قدر المستطاع تلخيص الأخبار اللي شفناها مهمة ومفاجئة ما تزعلوا مننا إذا فاتنا ونسينا وواحد بالأخبار إذا نسينا خبرونا تحت باسم التعليقات ياسمين هذه كانت آخر حلائلنا بإي جي إن جيم شو هاي السنة هاي السنة بالضبط إن شاء الله بنشوفكم السنة الجاي إذا حابين تشوفوا شي معين أو عندكم أفكار للبرنامج بالموسم القادم لإي جي إن جيم شو كمان خبرونا تحت باسم التعليقات وأنا وياسمين رح نحاول لقدر المستطاع إنه قراءة كل التعليقات ونحاول ندخل هاي الأفكار بنسخة القادمة من البرنامج ونتمنى لكم سنة خير إن شاء الله إن شاء الله كم معاكم ياسمين وعلي وعلي آخر حلقها السنة باي باي